ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وديمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يبع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما في الزهور أساسه بران وديلان وجود وقت لطيف جدا في مزرعة ليس الأمر أننا لا نحسدهم عندما نشاهد بران وديلان تبدو وكأنها حقيقية سازوجين بفضل العامة بيريفان تعتقد العامة بيريفان أن ديلان وبران مجنونان ولديه فكرة لتوحيد الزوجين يسمح للثنائي بأن يكون قريبين من بعضهم البعض بجعلهما يعملان بدون توقف الثنائي هو وجود وقتا طيبا جدا يضع بران شغفا كبيرا على خدي ديلان عندما يفتح ديلان عينيه سيقول مرحبا لحياته الثانية الآن هناك حياة جديدة تنتظره وباران من الممكن رؤية الثنائي كزوجين متصلين في الفترة القادمة ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وبمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيك ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما صاح براني أخيرا باسم ديلان صاح براني بيلوفيبان الذي لم يستطع إدخال اسم ديلان في فمه دعونا نرى كيف ستتقدم الأمور من الآن فصاعدا استمر الاثنين في تقديم وعود لبعضهم البعض قبل مشهد إطلاق النار الآن سيواجه براني احتمال أن يغادر ديلان بينما بدأ براني في الارتباط بديلان نأمل أن يؤدي الخوف من فقدانه إلى تسريع اعترافه بالحب في المستقبل إذا انتهت الحلقة التالية على هذا النحو من يدري كيف ستكون نهاية الموسم ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم تعاني عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما لسبب ما عندما يطلق على بران اسم ديلان تتوقف المياه المتدفقة ويبدأ عقله في التوقف عن العمل ديلان أكثر مرونة ويقظة في مثل هذه المواقف يجعل بران يشعر وكأنه تم القبض عليه فقط لدعم ديلان بران يشعر بالثمب لأنه لم يعقد صفقة حاولوا التخلص من الألم باختطاف ديلان لهذا السبب إلقى بنفسه في حادثة بودوسلاما في بران يذكر ديلان أيضا أنه كارابي ردا على هذا الوضع قبلة لا تنسى من باران إلى ديلان يحاول ديلان وباران الهروب من خلال العمل معا على الرغم من أنهم يبدون هواة قليلا إلا أنهم تمكنوا من الفرار الزوجان لذاني أنضي الليلة معا سوف يدفئون كثيرا في بلود فلاورز نغلق اليوم الأخير من الأسبوع بحلقة قنبلة نجد دريا تبكي في النهاية عندما تم الكشف عن الحقيقة سهم بران ينسخ مع دريا من ناحية أخرى تحاول دريا رسم عينيها بقدميها البريئتين لكن دون جدوى لقد أدى دفاع بران عن ديلان ضد دريا إلى إنعاش القلوب لقد شدد في كثير من الأحيان على أن ديلان ليس شخصا مثله من ناحية أخرى أكل أزاده بابار من بران بينما كان يستعد للهروب دعنا نصل إلى القضية الرئيسية رأى ديلان أن بران يؤمن به لكنه التزم الصمت وتظاهر بعدم الإيمان وتحدث عن الجروح التي فتحها في روحه وديلان محق في ذلك أيضا مزق نفسه ليظهر في قضيته أنه كان على حق أخيرا رأى أن بران يعرف بالفعل أن دريا مذنبة سيحدد ديلان نهاية دريا يدعم بران ديلان في هذا الصدد نأمل أن يكون في اتجاه مغادرة القصر الأخير المعطل دريا خلاف ذلك لن تقى دريا تحت هذا وستحاول الانتقام آزاد هانائر من ذاهب إلى مسقط رأسه إذا لم يعارض أحد يمكن لديلان وبران قضاء بضعة أيام هادئة وهادئة في القصر هذا هو أيضا نذير الأيام الرومانسية في زهور الدم أصبحت دريا محاصرة أكثر فأكثر نحن قريبون من التخلص منه من ناحية بدأ الزوجان الذان كانا يحاولان حل قضية دريا بمفردهما في الجدال من ناحية أخرى ديلان مثل أي فتاة ذات قلب يمدد تبدأ على الفور في التهديد بالمغادرة لذلك لا تعتقد أن ديلان على حق من ناحية أخرى مع إبقاء الذيل منتصبا يرمي ثمه على أنفه لأن ديلان سيغادر زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات